ونبقى مع حكايات ملكة بريطانيا الراحلة إليزابة الثانية ومنشور من إبداع حسابات عراقية هذه المرة ما كنا لنتعرض له لو لا انتشاره الكبير يقول المنشور ملكة بريطانيا الراحلة أوصت بمصادرة أموال مقتدى صدر في بريطانيا في حال موتها ومنع سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر من المطالبة بأموال ابن عمه بعد قراءة المنشور أدركنا مغزى الحكمة التي تقول نابوليون سبق جيوش والإنجليز الممليك وقعد يمضى على طباء بالطبع الخبر غير صحيح وعاهل المملكة المتحدة لا يتدخل في القضاء أو المسائل الإجرائية المتعلقة بمصادرة أموال أي شخص كان عموما رجعنا الحسابات الملكية الرسمية على منصات تواصل الاجتماعية علها ذكرت رجل الدين العراقي مقتدى صدر عرضا لأي سبب من الأسباب فلم نجد شيئا